طبعا اغلبكو تفرج على فيلم كورولاين لكن كنت تعرف ان الفيلم دوت معمول عن قصة حقيقية دي اول حلقة من برنامجكم المفضل حكاوي زي وللي ما عرفش اول مرة يشوفني استساعدتكم مكملة معاك التلاتين يوم بتوع رمضان ان شاء الله فيلم كورولاين نازل ساعة 2009 الفيلم دوت اصلا كان معمول عن كتاب وكت انا في واحد من فيديوهاتي قبل كده اتكلمت عن الفيلم وعن الكتاب لكن تعرف شوحلك بسرعة في حالة انت مشوفتش الفيلم الفيلم يتكلم عن بانوت اسمها كورولاين عايشة مع ابوها امها وبيسيبوا البيت بتاعهم وبينقلوا البيت جريد وبعد ما بيروحوا البيت الجريد دوت بنلاحظ ان كورولاين ابوها وامها مش مهتمين بيها وضربينها جزء البنت بتبدأ انها تستكشف البيت الجريد اللي عايشة فيه وبعد فترة بتكتشف بوابة سرية جوالبيت بتوديها على نسخة موزية من العالم اللي احنا عايشين فيه بالزبط وبتلاقي هناك كمان فيه نسخة من ابوها وامها لكن الفرق ان امها وابوها دول خطين في عينهم زراعي طبعا زي ما قلتلك ابوها وامها هملينها ورمينها لكن على العكس بقى الام والاب الموجودين في العالم التاني بيعملونها كل اللي هي عايزات اكل شرب كل اللي هي نفسها فيه بيجيلها لحد ما الام الموجودة في العالم التاني بتقول لها انت لو عايشة بضلي قاعدة معنا احنا طلبين منك طلب بسيط قوي ان احنا عن خيارة الزراعي البيت ونشيل عينك من مكانها طبعا كورولاين بتخاف وبتهرب وبنكتشف بقى وبنكتشف بقى ان الام اللي عايشة في العالم التاني مش بني قدمة اصلا ولكنها جنية بتاخد الاطفال وتتغزع على ارواحها طيب دي القصة تاعد الفيلم اللي هي مرعبة بالمناسبة ولكن باخد تعرف انها معمولة عن قصة حقيقية قصتنا بتبدأ في ولاية هامبشاير الموجودة في بريطانيا كان فيه ستة جبيرة في السن كل عيالتها توفف حريق والوحيدة اللي ناجت من الحريق دوت هو بنت صغيرة عندها 8 سنين اسمها كورولاين وطبعا ببقى ان كورولاين مبقاش عندها حد بتعيش مع غير جدتها فجدتها اخرتها عاشت معاها ولكن جدتها كانت من نوع اللي بتخاف عليها بشكل زايد بسبب ان خلاص ما تبقاش حد غيرها من العيلة البنت كان عندها 8 سنين وقت ما رحت مع جدتها عشان تعيش معاها والحد ما بقى عندها 11 سنة محدش بيشوف كورولاين ولا بيسمع عنها حاجة كل السيتات اللي في الحتة بدأ ان هم يتكلموا مع جدتها بيطلب منها الناس سبعة تخرج يشوفوها تنزل تلعب مع العيالة تروح حتى المدرسة ولكن جدتها كانت بتخاف عليها بشكل جريب فضل الامر مستمر كده لفترة طويلة ومحدش بيسمع حاجة عن البيت ما بيشوفوهاش حتى وقف شبابيك بلاكونة محدش يعرف شكل كورولاين ايه بعد كل السنين ديت الناس اللي في الحتة الفضول اخدهم بقى لمرحلة ابعد والاطفال اللي كانوا موجودين كانوا عايزين شوفوا البيت الموجودة في البيت ده فاستنوا لحد ما الجده سابت البيت وبقى البيت فاضي ما فيهوش حد وهم تسللوا وطلعوا ودخلوا الشقة الغريب بقى ان هم لما دخلوا الشقة ما لوش اي حاجة تدل على ان في بنيوتة صغيرة عايشة في البيت ده اصلي مهما دوروا عليها ما لوش حاجة لحد ما شاموا ريحة وحشة ولما بدأت تتبعوا مكان الريحة لو في جثة بنت شبه المتحللة لأ وكمان عينيها كانت مخلوعة من مكانها ومتخيط مكانها زراير طبعا الاطفال بسرعة جروا على اهليهم والاهلي راحوا جابوا البوليس والبوليس طبعا اعتقل جدتها ورماها في مصحة عقلية فضلت فيها لحد ما ماتت اللي حصل بقى ان الستيبت ديات لما اخرت البنت بعد فترة البيت توفت ولكن هي ما يدرتش انها تتحمل الصدمة بتاعت فرقها فراحت عملت حاجة اشبه ما تكون بانها تكون خنطتها واحتفصت بالجسة عندها في البيت وشارت العيني من مكانها وحطت مكانها زراير عشان تفضل دايما كانها مفتحة عنها وفضلت كورولاين عندها طول السنين دي لحد ما اكتشفوا الجسة طيب انتو بقى لايقوا في الجسة ديات حقيقية ولا نص نص قولوا لي بقى في الكومنت تستنو حلقة الجاية بكرة كان معكم حمود زايد سلام